ونبدأ مشاهدين نشراتنا بالانتقال إلى مقر مجلس الوزراء بمدينة العالمين الجديدة لنقل وقائع المؤتمر الصحفية قبل ما بعد ما تم عرضها على فخامة الرئيس قلنا أن احنا حناخد حوادي شهر علشان يعني انهاء كل الأعمال اللوجستية والترتيبات المطلوب عشان نبدأ التنفيذ وبالتالي يعني احنا كان تقدرنا أن ان شاء الله حنبدأ اعتبارا من 1-9 يعني أول الشهر القادم على طول بدء فعلا التطبيق الفعلي على الأرض وعشان كده يمكن حبينا النهاردة ان احنا نعمل هذا المؤتمر ونشرف باللقاء حضراتكم علشان نطلق هذا البرنامج بالفعل ونبدأ الخطوات التنفيذية لكن الحقيقة قبل ما اتكلم على هذا الموضوع انا حابب النهاردة ان انا يعني اقول حاجة مهمة جدا النهاردة مجلس الوزراء الحقيقة ناقش العديد من الموضوعات ولكن هناك كان الحقيقة عرض من معالي وزيرة التخطيط والتنميل الاقتصادية عن الأرقام اللي انتهى بيها العام المالي الماضي 21-22 اللي هو يعني خلص في 30 يونيو الماضي انا عايز اقول لحضراتكم ان نمو الاقتصاد المصري في هذا العام اللي هو 21-22 نمى بنسبة 6.6% وده من اعلى الارقام اللي سجلها الاقتصاد المصري كنمو على مدار السنوات الماضية يعني انا بس حابب ان انا اقول هذا الموضوع بالرغم من ان الربع الاخير من هذا العام كان ربع صعب جدا اللي هو كله شاهد الحرب الروسية الاوكرانية وتأثر معدلاتنا التنموية بيه وبالتالي احنا كنا متوقعين ان العام ينتهي بحوالي 6-1 او 6-2 من 10 لكن فعليا بعد يعني الارقام ما تم مراجعتها المؤشرات الاولية بتقول ان الاقتصاد نمى بـ 6-6 من 10 الشيء الاخر الجيد جدا ان البطالة استقرت على 7-2 من 10% كنسبة وده كلها ارقام مشجعة لكن طبعا يظل التحدي طبعا الحقيقي اللي شاهدته الدولة وزي العالم كله هو ارتفاع معدلات التضخم وده طبعا ظاهرة عالمية واكيد حضركم متابعين اللي بيحصل على مستوى العالم واللي خلى التضخم طبعا عندنا وصل الى 14-6 من 10% تبقى لارقام الشهر اللي كان اعلنها الجهاز المركزي بالتعبال عامة والاحزن وبالتالي هنا انا عايز اقول ان اداء الدولة بالرغم من كل التحديات اللي احنا وجهناها اللي هي الغير مسبوقة الخطوات اللي يعني سات ريس وجه بيها والي الاقتصاد بيتحرك بيها بتثبت ان مصر يعني اصبحت كاقتصاد قوي وقادر على الصمود والتعامل مع الازمات الكبيرة ولكن يبقى التحدي الاجبر طبعا هو قدرتنا على الاستمرار مع طول الازمة وعشان كده لما بناخد اجراءات كثيرة كدولة كاجراءات حماية وجه اجراءات تقشفية وكاجراءات ازاي ان احنا نتعامل في الموازنة عشان نحافظ على استقرار الدولة المصرية بيبقى الموضوع ده يعني بيبقى وليد طبعا يعني التطورات اللي بتحصل لحظة بلحظة ويوم بيوم وبالتالي احنا بنحاول بقدر الامكان يبقى لدينا مساحة من المرونة للتدخل وعشان كده كانت فكرة ان يبقى عندي احتياطي في هذا العام حوالي 130 مليار حطينه كاحتياطي عام عشان نقدر نتدخل به ونتعامل به باي مبادرة او اي اجراء احنا شايفين انه هيحصل نتيجة لظروف مرة اخرى احنا مش مسئولين عنها وبتستجد علينا ومنها هذه الحزمة اللي احنا النهاردة بنقول عليها الحزمة الحمال الاجتماعية الجديدة دي كلها هتبقى من خلال هذه الاحتياطات العامة اللي كانت الدولة حطاها والحكومة حطاها عشان نعمل هذا الموضوع لكن هناك نقطة معلش انا قبل ما ابدأ مرة اخرى في موضوع الحزمة ونعلن عنها ايضا كم من يومين الحقيقة كان المجموعة الخاصة بتنمية الاسرة المصرية بيعرضوا علينا الزيادة السكانية ومصر يعني انا عايز اقول لحضراتكم سيظل التحدي الكبير جدا عندنا هو تحدي الزيادة السكانية احنا تقديراتنا تبقى للارقام اللي اتحققت في اول سبع شهور ان هذا العام عام 22 حيبقى عدد الموليد الموليد 2 مليون ومية خمسة وتمانين الف ده عدد الموليد الرقم ده اقل من الثلاثة اربع سنين اللي فاتوا يعني احنا كنا في الثلاثة اربع سنين اللي فاتوا يعني بيبقى فيه ارقام اعلى من كده ولكن يمكن السنة الوحيدة اللي كانت اقل هي السنة اللي فاتت بسبب ظروف كورونا وان هناك كان يعني ظروف معينة ما شجعتش على عملية الانجاب بالصورة الطبيعية لكن الارقام بتورينا ان مازال عندي التحدي 2 مليون مية خمسة وتمانين الف مولود جديد بيتولدوا في الدولة وصدهم بيبقى فيه معدل وفيات نقدر نقول خمسمية لخمسمية وخمسين الف مواطن يعني معنى كده ان بالحزبة كده بالراحة وبسيطة احنا بنتكلم على زيادة طبيعية حينتهي بيها هذا العام حوالي مليون وستمائة الف هذا الرقم الرهيب اللي هو احيانا بيعادل بيعادل سكان دول يعني انا بقولها لكل مصر ولكل المواطنين المصريين اي جهد النهاردة بيبذل من الدولة واللي هو جهد ما اعتقدش ان يعني حيبقى بهذا الحجم الكبير جدا اللي بيبذل يعني حيبقى يعني تشهده مصر في فترات قادمة انا بتكلم بمنتهى الامانة كل هذا الجهد مش حنحس بيه طول ما هيزيه الزيادة بتحسن بهزيه المعدلات وعشان كده يعني احنا كمصريين لازم نتوقف مع نفسنا ونقول اعتقد ان احنا محتاجين ولفترة ما ويمكن دايما كنا بنتكلم هذه الجزئية احنا بس لو كلنا مع مصر الحكومة مع الدولة ومع المواطنين وفكرنا ان احنا يبقى عندنا برنامج وعندنا وعي ان حتى لمدة عشر سنين فقط يبقى كلنا بنجتهد ان لا يتجاوز عدد الموليد في اي اسرة انا بتكلم على الاسر الجديدة او الاسر الحاليا اللي هم الشباب الحديث الزواج واللي موجودين ان ما يتجاوز عدد الاطفال في الاسرة اتنين هنقدر ان احنا نشوف الارقام دي بتنزل ونحقق المستهدف ان يبقى عندي قدرة كدولة مع كل المشروعات اللي احنا بنعملها دي نقدر ان الناس تبدأ تشعر ان حصل تحسن كبير في اوجه الحياة ونقدر احنا كدولة نعوض الفجوة المتركمة اللي بقى لها تلاتين اربعين سنة في نقص اعداد المدارس في نقص اعداد المستشفيات في خدمات احنا كحكومة وجدناها جينا لقينا هذا التراكم الكبير اللي بقى له اربعين سنة فاعتقد يمكن هذه النقطة لازم اعتقد كلنا كمصريين لازم نتكلم فيها ولازم وسائل الاعلام ورجال الفكر جنبا الى جنب مع المسؤولين يبقى كل تركزنا واعتقد المجتمع المدني لازم اللي هو موجود في الشارع لازم نبقى نتكلم على هذه الجزئية انا بقولها لحضراتكم يعني تخيلوا اذا كنا بنتكلم على مليون وستمائة كل سنة زيادة طب لو الرقم ده بقى ستمائة الف فقط بدل مليون وستمائة يعني متخالين ممكن حيبقى الفرق ده ايه مليون لو بس يعني اللين والمدة عشر سنين احنا بنتكلم في يعني تخفيض او تقليل ضغط وعب على الدولة رهيب للفترة الجاية هو ده اللي احنا كلنا كمصريين لازم نبقى شعارين بعظم المسئولية في هذه المشكلة وهذا التحدي في الفترة الجاية عشان كده يمكن احنا اتناقشنا كحكومة كنا يعني سيد الريس كان في فبراير نهاية فبراير الماضي يعني اطلق موضوع التنمية الاسرة ووجه الحكومة انها تبدأ اعتبارا من العام المالي الجديد اللي هو بدأناه في تنفيذ هذه الفعلية احنا يمكن اتكلمنا على العديد من الخطوات اللي حنبدأ بالفعل او بدأنا تنفيذها على الارض بالفعل نحو عمل حوافز ايجابية للمواطنين وللمرأة المصرية على الاخص عشان نشجحها على هذا الموضوع ولكن يبقى تلات تحديات احنا الحياة تقدمنا بهم للبرلمان بتشريعات لان محتاجين انهم يقروا باسرع وقت علشان نبدأ تفعيلهم على الارض موضوع تجريم الكامل لكل المسؤولين عن زواج القاصرات موضوع عمالة الاطفال والموضوع التالت التصرب متعليم الموضوعات التلاتة دي مع تجديد الاجراءات التشريعية والعقوبات اللي يعني بتتسبب في هذه المشاكل والتحديات مع اجراءات اخرى الدولة بتاخدها من شأنها ايضا ان تساعد على تنفيذ برنامج للتنظيم او يعني موضوع الزيادة السكانية وازاي ان احنا نقدر يبقى فيه نوع من التنظيم اليها رجوعا الى موضوعنا وهو اطلاق الحزمة الاجتماعية حضراتكم تتذكروا احنا يمكن يعني كان توجيه في خامة الرئيس ان احنا نزود مية جنيه للبطاقات التموينية ودول يمكن كان لتمانية مليون ومية وعشرة الف بطاقة فيهم اكتر من تسعة واحد من عشرة مليون اسر هيستفيدوا من هذا الموضوع باكتر من سبعة وتلاتين مليون مواطن هيبقى المتوسط ان احنا بنزود على البطاقة التموينية اول تسعة مية جنيه يستفيد المواطن من خلالها بصرف عدد من السلع اللي محدداها وزارة التموين ويمكن معالي وزير التموين هيبقى في مدخلة يحدد هذا الموضوع احنا جهزنا فعلا الداتا وان شاء الله يمكن سيادته هيقول لحضراتكم ان احنا هنبدأ فورا في تنفيذ هذا الموضوع اعتبارا من اول تسعة ايضا الحقيقة كان المستهدف ان احنا نزيد الاسر المستفيدة من الدعم النقدي في برنامج تكافل وكرامة والدولة المصرية من خلال الحكومة اعلنت انها حتضيف على الاربعة وواحد من عشرة مليون اسرة اللي موجودين حاليا هنضيف كدولة نصف مليون اسرة جديدة وبالفعل معالي وزيرة التضامن الحقيقة بدأت الخطوات الفعلية لاضافة الخمسمائة الف اسرة اللي فعلا حيبقوا النهاردة يبدأوا يصرفوا اعتبارا من شهر سبتمبر المعاش اللي هما النص مليون اسرة جديدة اللي حيبقى تكلفتهم علينا حوالي 3 مليار جنيه اضافية حتصرف من الاحتياطيات العام ولكن الحقيقة جنبا الى جنب معده كان طبعا الجهد الرائع والمشكور من التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي اللي هما الحقيقة الكامل مع الحكومة مش النهاردة احنا من سنوات ويمكن طبعا في خلال الازمة الماضية وفي خلال المناسبات العديدة زي الاعياد والمناسبات الدينية ومختلفة الحقيقة التحالف كان بيعمل شغل يعني اكثر من رائع وبيستهدف ملايين المواطنين وانا حابب هنا مرة اخرى وجه لهم كل الشكر والتقدير على الجهد الرائع اللي هما بيعملوه جنبا الى جنب مع الحكومة الحقيقة كان يعني التحالف وعد بالفعل انه هو بالاضافة الى الخمسمائة الف اسرة اللي الحكومة التزمت انها تديهم دعم نقدي في سورة تكافل وكرامة انه هما ايضا هيوضيفوا ستمائة الف اسرة والحقيقة فعلا ويمكن حطرك للاسازة نوه انها تعرض هذا الموضوع وكل التحالف ان الحقيقة تم الاتفاق ان فعلا فيه ربعمية وعشرين الف اسرة هتصرف دعم نقدي وبالتالي معنى كده ان لما بضيف الخمسمائة الف بتوع الحكومة مع ربعمية وعشرين الف احنا كده تجاوزنا الخمسة مليون اسرة هتبقى بتاخد دعم نقدي من الاسر اللي هي بنقول عليها الاكثر احتياجا لما نحسبها كده يعني بنتكلم خمسة مليون في متوسط اربع الى خمس افراد يعني انا بتكلم تقريبا على ربع الشعب المصري هيبقى بيستفيد من هذه المبادرة الرائعة لكن جنبا الى جنب مع ربعمية وعشرين الف في مية وتمانين الف اسرة هتاخد دعم غزائي بقيمة عادل الدعم النقدي بحزمة غزائية هيبقى برضو التحالف هو منتزم بيها للفترة القادمة انا حبيت بس طبعا ان انا اعلن عن هذه الخطوات واسمحولي يعني ادي الفرصة لمعالي الوزراء زملائي ان هم يعني يدوا اي مدخلات معالي وزير التموين شكرا لفندم بنشكر فخامة الرئيس وحضرك للحزمة الاجتماعية الاضافية في هذه الظروف اللي يجب كلنا نقف مع بعض فيها وزي ما حضرتك تفضلت هيتم اضافة 100 جنيه على بطاقة الاسرة المكونة البطاعة فيها ما نسميه اسر ممتدة ففيه بطاعة فيها اسرة واحدة فده هيتم اضافة 100 جنيه وفيه بطاقات فيها اسر 2 لتلاتة دول هيتضاف عليها 200 جنيه وفيه بطاقات حتى هذه اللحظة فيها اكتر من ثلاث اسر وبالتالي هيتضاف عليها 300 جنيه العدد بالزبط بعد المراجعة وبعد العمل مع قواعد البيانات المتكملة من الرقابة الادارية تم حصر الفئات الاكثر احتياجا ومستفيدين من بطاقات التموين فتلع بالنسبة للأسرة واحدة استفيد منها 7.657.178 أسرة يعني 7.7.10.000 تقريبا البطاقات اللي فيها تستفيد وفيها أسرتين لتلاتة 332.128 بطاقة أكثر من ثلاث أسرة عدد محدود جدا وهم 926 بطاقة زي ما دولة رئيس الوزرق قال دول يزيد عن 36 مليون مستفيد عدد ده 36 كسر كسر مليون مستفيد التكلفة الشهرية لهذه الزيادة 833 مليون جنيه 833 مليون جنيه شهر زيادة التموين عندنا في البطاقات وهم حوالي 64 مليون مستفيد يمثله 23 مليون بطاقة 3 مليار في الشهر بالبلد كده في مليار زيادة 833 يعني تقريبا 50% زيادة تم زيادة بعض السلع على قائمة الصرف وتم زيادة بعض الحدود في كميات السلع على قائمة الصرف وزي ما دولة رئيس الوزر قال احنا جاهزين تم مراجعة البيانات وبالتالي قائمة الصرف في 1-9 هتبقى متاحة اعتبارا من 1-9 لهؤلاء الأسر بحيث انها تصرف الزيادات المحددة النقطة التانية هيتم ارسال على بون صرف العيش رسالة لهؤلاء المستفيدين من هذه الملحة الرئاسية انه هو هنا بقى هيتطلع له على البون كده هيتم اضافة 100 جنيه على بتاعة التموين بتاعتك لمدة 6 شهور دي جاد الرئيس حدد دي العملية هستمر 6 شهور لو 200 جنيه هيتطلع له كذا طبعا لو مش موجود من الفئات المستحقة هيبقى الصرف عادي واحنا بناء توجهات دولة رئيس الوزراء جاهزين وكافة بامور وان شاء الله من واحد تسعة يتم التنفيذ معالي وزرطة تضعم نسبة للتكافل شكرا دولة الرئيس يعني كان الدولة بتنطلق وبتستمر في جولة جديدة من سياسات الحمال الاجتماعية اللي كانت سمت هذه الفترة منذ توالي السيد الرئيس الاموري سياسات الحمال الاجتماعية بتتعظم اكتر في اوقات الازمات او الصعوبات الاقتصادية اللي مصر مرت بيها وحدة تلو الاخرى كان فيه دايما سند من ومظلة حماية اجتماعية بنتوسع فيها للفئات الاولى بالرعاية سواء للأسر الفقيرة او الفئات زي المرأة المعيلة زي الاعاقة المسنين لحيه ده بيأكد التزام مصر بسياسات حقوق الانسان وبالتأكيد على ان ينول كل مصري حياة كريمة ايضا سياسات الاستثمار في البشر خاصة ان برنامج تكافل وقرامة يمكن حوالي 48% منه اطفال تحت سن 18 سنة وده بيأكد ان احنا لازم نستثمر في صحتهم وتعلمهم يعني بيبرز نجم المجتمع المدني اكتر واكتر من خلال التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي اللي بيظل مجموعة كبيرة من اقوى جمعيات اهلية في مصر بمواقفها الوطنية والتنموية وفهمها العالي جدا للقضايا القومية اللي مصر بتمر بيها وده الحقيقة مش غريب ده تاريخ طويل من العطاء من خلال يعني مشاهدتنا لها بقبرتنا بنزود وبننسق مع بعض عشان نقدر نتحقق من حسن استخدام الموارد وترشدها وان احنا يصل كل مستحق الى حقوق احنا مش بنكتفي فقط بالدعم النقدي عندنا ايضا برامج اخرى بتأكد على التكافؤ الفرص التعليمية والصحية بندفع مصروفات لغير القادرين بنهتم بالتوصع في الحضانات الطفولة المبكرة ايضا لدينا برامج اخرى خاصة بتحسين السمات المنزل من اتصاقا مع ما يفعله برنامج حياة كريمة لدينا ملف التمكين الاقتصادي اللي احنا بنأكد عليه لان الدعم النقدي وحده بيتوائم مع سياسات التمكين الاقتصادي يجب ان يعمل كل مصري وكل مصرية قادرين على العمل حلقة الانتاج وعجلة الانتاج لازم بتدور خاصة في المجتمعات المحلية علشان كده بنشترك ايضا مع التحالف ومع كثير من اللي بيسعدونا من القطاع الخاص علشان نقدر نكبر ملف التمكين الاقتصادي لتوائم مع الحزمة الاستثنائية الحزمة الاستثنائية يعني تكافل وقرامة كان 19 مليار تمويله السنة اللي فاتت اصبح في ابريل 22 مليار بزيادة عدد 450 ألف أسرة النهاردة اصبح 25 مليار اي ان احنا زدنا من 19 ل 25 في اقل من 5 شهور وزدنا مليون و500 ألف أسرة بالتنسيق مع التحالف في اقل من 5 شهور ده بيأكد ان مصر بتحترم حقوق الانسان وبتحترم ايضا احتياجات المواطن العادي ولكن مش فقط احتياجات هي حقوق وهي ايضا استثمار في البشر برؤية مستقبلية للحد من التصرب من التعليم وخفض الزواج المبكر كان دولة الرئيس بيقول دوت لدينا برنامج وعي في 12 رسالة تنموية هي اللي هي بتحجب تقدم التنمية زي الزواج المبكر الاكتشاف المبكر للإعاقة المحو الأمية حسن استخدام المياه الهجرة غير الشرعية ختاني الإناث خضايا كبيرة الحقيقة عندنا عمل كثير جدا وطرف واحد لا يمكن ان يعمل مفرده واعتقد ان اي طرف قالي الوزيرة هل احنا البطاقات عشان بس نطمن المواطنين اتبعت ولا بدأنا تم فندم اتباعة البطاقات النهاردة احنا بنوزع 250 الف بطاقة من خلال اللي هي الزكية ميزة تكافل وكرامة بيتم توزيعها على مستوى الجمهورية من خلال شركات توزية كل اسرة ستتسلم بطاقتها في منزلها وبنستكمل التوزيع ان شاء الله في شهر 9 في معاد الصار فحيكون موجود 500 الف اسرة زيادة بواقع 3 مليار جنيه سنويا شكرا جزيلا شكرا بشكر حضرتك كمعالي دولة رئيس الوزراءات الحقيقة احنا نهاردة وجودنا تحالف الوطنين لعمل اهل التنموية احنا سعداء جدا بمشاركتنا في حزمة الاجراءات الحماية الاجتماعية الاسثنائية وده بالاضافة للاجندة الكبيرة التحالف بمؤسساته المفروض ان هو جاري تنفيذ انشطتها المختلفة وده مستمر معانا ان شاء الله حتى نهاية العام الحقيقة احنا مساهمتنا داخل الحزمة دي هيكون بدعم 600 الف اسرة بواقع 420 الف اسرة هتتسلم دعم نقدي بمتوسط 500 جنيه للأسرة بيتضاعف بعض المواسم والمناسبات ده بالاضافة ل180 الف اسرة هتتسلم سلة غزائية متوسط تكلفتها في حدود من 400 ل500 جنيه وده هيتم استهدافه لكل المواطنين اللي هما ما عندهمش اي معاش نقدي مستمر من الدولة يعني خارج الاربعة وستة من عشرة مليون مواطن اللي بيحصلوا بالفعل تكافلوا كرامة بدعم من الحكومة انتشارهم غرافي تقريبا متوجدين في 27 محافظة ويمكن اكتر حاجة كنا حريسين على التأكد منها ان يكون في بحوث ميدانية بيتم للأسر دي لتأكد من احتياجهم للدعم اغلبهم من المرأة المعيلة واسر فيها مسنين وعدد كبير من الاطفال الحقيقة احنا بالاضافة لده فيه خطة بيتم بالتوازي انه يبقى فيه تخارج للأسر دي من دائرة الفقر باستهداف لعدد من مشروعات التمكين الاقتصادي ان شاء الله احنا بيتم دراسيتها دلوقتي بحيث ان احنا يبقى عندنا تصور لمية الف مشروع تمكين اقتصادي نستهدف به عدد من الاسر اللي هنقوم بمنحوهم سواء بالمعاشات النقدية او السلات الغذائية بشكر حلاك جدا شكرا لو في ناخد اي سؤالين او تلاتة تفضلوا السلامة الاعلاميين تفضلوا بسلام خير افنين على عمل عندي عدة تأسيلة بس هختصرها سريعا السؤال الاول حوالين في دوق طبعا حزبة الدعم الاجتماعي المهمة للغاية عاوزيني يطمن برضو الاحتياط الاستراتيجي من السرع الاستلاكية لان ده مكمل يعني حيبا فيه حالة نقصاني انجاز التعبير هل الوضع بالنسبة لهذه المثالة مستقرر الحمد لله السؤال الاخر حوالين هل هيكون فيه يعني غرفة عمليات بتتابع تطبيق ده على ارض الواقع بحيث لو حصل اي خطأ او شيء يمكن تلافيه في المستقبل القريب السؤال الاخير شكرا شكرا أنا بستفاند كنت عايزة اسأل في جزء بتاعت تنمية الاستراتيجيات تنمية الاسرة المصرية هل فيه خطة تم وضعها اعلامية لتوعية المواطن المصري باهمية الزيادة السكانية صفية حمدي جارت المال سؤالي عن مدى التنصيق في قواعد البيانات ودي نقطة مهمة جدا علشان الاسر وتكرار الاسر فيما يتعلق بتطبيق الحزمة الاساسنائية السؤال التاني وده يمكن لا ينفاصل عن الحزمة دي وهو ما يردد عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وان بعض الشروط اللي هي ممكن تفرض اجراءات مؤلمة على المواطنين وان فعلا الحكومة لا تقبل بتطبيق الشروط دي ماذا صحة ما يردد بهذا الموضوع شكرا فضل فضل خليني طبعا ااكد لحضراتكم ان بالنسبة للاحتياط الاستراتيجي للسلع الغزائية احنا انا بتابعوا تقريبا يعني لابالغ ان انا بتابعوا بصورة يومية مع معالي وزير التمويد والحمد لله يعني الارقام كلها مطمئنة وعايز اقول لحضراتكم يعني احنا لما طلعنا بالبرنامج بالحزمة الجديدة دي ان انا حدي ميج جنيه زيادة على البطاقة ممكن يتبادر لازهانكو طب ما هو ده معناها انك هتدي يعني هيبقى فيه استهلاك اكتر لهذه السلع وبالتالي حياكل من رصيد لأنا بطمئن حضراتكم الحمد لله ما عندناش اي تأثير لهذا الموضوع على الاحتياطي بتاعنا ويمكن احنا كنا قلنا يعني الحمد لله الامح لوحده احنا وصلنا اكتر من سبع اشهر دلوقتي كاحتياطي انا بأكد على هذا الموضوع واحنا قاعدين مع بعض بقية السلع الرئيسية كلها في النطاقات الامنة اللي هي دايما كان توجيه في خامة الرئيس انها تبقى في حدود الستة اشهر فاحنا الحمد لله الامور دي مستقرة ولن تتأثر حتى بالحزمة الاضافية اللي من هذا الموضوع بالتأكيد فيه مجموعة عمل تنفيذية دائمة من السادة الوزراء ومجموعة وغرفة عمليات موجودة علشان تتابع هذا الموضوع على الارض لان طبيعي جدا مع تطبيق اي حاجة جديدة من الوارد ان يكون اي هناك اي شكوة او اي حاجة من اي مواطن احنا طبعا الغرفة موجودة وحنقدر نتعامل معاها بصورة يعني فورية تنمية الاسرة المصرية بالفعل يعني فيه خطة اعلامية المفروض يعني بالفعل يمكن كنا عملنا عدد منها وجهزناها بالفعل ويمكن كان خرجت يعني بعض يعني النمازج منها في صورة بعض الاعلانات او الاغنيات ويمكن هيبدأ التكثيف اعتبارا من الفترة القادمة لهذا الموضوع ولكن ايضا تاني خلينا اقول لحضراتكم الحكومة تقدر يعني هتبزل قصارة جهدها في الجوانب الفنية واللوجستية لتفعيل هذه الخطة ولكن يبقى دور كبير جدا على حضراتكم كرجال اعلام وصحفيين ومفكرين ان هما يعني لازم ان هما يشيروا ويركزوا على هذه القضية في كل الوسائل الاعلام المختلفة وخلينا هنا تكلم بالذات احنا لو بنستهدف الفئة الشابة الطبيعي اللي هي لسه حديثة الزواج او اللي في سبيلها للزواج لازم يبقى الوصول اليها من وسائل الاعلام الجديدة اللي هما متعودين عليها وسائل التواصل الاجتماعي الحاجات المنصات المختلفة لازم يبقى هناك يعني اسلوب مختلف وده اللي انا بدعو به الحقيقة يعني كل القنوات ووسائل الاعلام ان هما يبقوا يتبنوا مع الدولة المصرية هذا الموضوع احنا من ناحيتنا بالفعل في خطة وبدأنا تنفيذها وحنكسف منها في خلال الفترة الجاية ولكن يبقى الدور ايضا على كل من له تأثير انه يشارك مع الدولة في التركيز الفترة القادمة على هذه القضية المحورية لمستقبل مصر بالنسبة لمادى التنسيق لقواعد البيانات بطمن حضرتك استاذ صفية احنا قاعدة البيانات بقت هناك قاعدة بيانات واحدة والحقيقة يعني الدولة المصرية مع المجتمع المدني مع الرقابة الادارية يعني عملنا جهد رائع للوصول ان بقينا عندنا النهاردة قاعدة بيانات واحدة انا عايز بس اطمن حضرتك ان لو حطينا اسم مثلا مصطفى مدبولي حيروح طالع على طول انه هو اخد في اليوم الفلاني من الجامعية الفلانية خد كذا واخد في الوقت الفلاني كذا وبيصرف من الدولة كذا فبقية البيانات دي كلها النهاردة موجودة عندنا فيما يخص العمل التنموي ودي مربوطة ما بين الدولة والمجتمع المدني والرقابة الادارية فيما يخص الاتفاق مع الصندوق ويمكن انا اتكلمت في هذا الموضوع اكثر من مرة وخليني اكد على شيء مهم جدا التفاوض مع الصندوق بدأ من قبل الازمة من مجرد ما انتهينا من البرنامج الماضي اللي هو كان انتهى في تلاتين ستة واحد وعشرين عشان بس اكد لحضراتكم بدأنا نتكلم مع الصندوق لان كانت رؤية الحكومة المصرية بمنتهى الامانة ان من المهم جدا دائما ان يكون هناك هذه العلاقة ما بين مصر وبين الصندوق فبالذات في ظل الازمات اللي كانت موجودة احنا كنا بنتكلم على كورونا وطبعا ما كناش بنستشرف لسه موضوع الازمة الروسية الاوكرانية وكنا فعلا وصلنا على نهاية العام الماضي انا بتكلم هنا على واحد وعشرين وبداية اتنين وعشرين على ان هو برنامج دعم فني فقط عشان يساعد الدولة المصرية على استكمال برامج الاصلاح الاقتصادي والاصلاح الهيكلي اللي بنعمله للقطاعات المختلفة لما حصلت الازمة الروسية الاوكرانية طبعا وحصل الضغط على العملة الصعبة قلنا ممكن نضيف مكون يعني تمويل يتاح للدولة المصرية تمويل نقدي انما نفس المحتويات البرنامج اللي كنا بنتوافق عليها قبل الازمة هي هي اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة فانا بس حابي بأكد هذا الموضوع لان الكلام الكتير عن النقاشات من غير ما يبقى عارفين التفاصيل وهو ده للأسف اللي انا الواحد بيتابع الموضوع بالناس بتتكلم من غير ما تعرف التفاصيل بالزبط ايه وهذه اللي برضو عايز اأكد وحيتقلنا طبما تقولوا التفاصيل الحاجات دي بتبقى يعني معلش بيها صفة الخصوصية والسرية للدولة لغاية لما يتم التوصل الاتفاق وبالتالي ده اللي انا عايز اأكد عليه مفيش يعني شيء النهاردة موجود يعني بيجبرني عليه الصندوق ان انا اعمل حاجة يعني تمثل المواطن المصري بالعلى العكس احنا بنتكلم على ان هو بيقول الدولة المصرية وده احنا اشتغلنا عليه رحب تماما بكل الحزمة الاجتماعية الجديدة اللي احنا بنعملها والبعد الاجتماعي اللي بيتم لان ده مفيش اسطح اقتصادي بيتم من غير ما يبقى معاه مصاحب ليه برنامج حماية اجتماعية عشان ينجح فبالتالي هما ما عندهمش اي يعني نوع من الاعتراض او التحفز بالعكس هما بيرحبوا بكل برامج الدعم الاجتماعي للدولة المصرية بتتعمله ولكن يبقى الاساس هو استقرار الاقتصاد المصري وعدم تعرضه لهالذات زي العنيفة النتيجة للازمات الكبيرة اللي موجودة هو ده اللي احنا بنشتغل فيه مع بعض ونأمل ان شاء الله في اقرب وقت ممكن ان احنا ننهي الاتفاق النهائي على كل مكونات البرنامج الجديد وساعتها يتم الاعلان عنها بكل تفاصيلها ان شاء الله انا بشكر حضراتكم جميعا ومشاكرين لوجودكم معانا وان شاء الله ربنا يوفقنا وحنبدأ ان شاء الله من اول سبتمبر بدء تنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة اللي وجهنا بيها في خامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وان شاء الله الدولة المصرية مع كل الوضع والتحديات الكبيرة اللي موجودة ان شاء الله قادرة على التعامل مع هذه الازمات وان احنا مش هنبقى سكتين كل ما هيبقى لقدر الله حسينا ان هناك احتياج لتدخل اضافي الدولة المصرية هتكون جاهزة لأي تدخلات من شأنها حماية المواطن المصري بسيط شكرا لحضراتكم